ينضم إلينا من سان بيترسبرج دكتور سمير أيوب الكاتب والباحث السياسي والخبير في الشؤون الروسية أهلا بك دكتور سمير هناك ربما تحقيق لهدف كثيرة وأيضا صد الهجمات بأعداد كبيرة من المشيرات الأوكرانية للجانب الروسي إذن هو تطور كبير على الساحة ساحة المعركة وانتصارات خاصة بأن الجيش الروسي يقولوا أنه بالأمس استطاع أن يقتل ما يزيد عن 500 جندي أوكراني في المواجهات الأسيما التي تقري طبعا في منطقة زبروجيا أو كوبيانيسك أو غيرها حتى من المناطق الأخرى التي يسلطر عليها أهلا وسهلا بكم صباح الخير لكم ولمشاهديكم الكرام يعني يبدو أن نظام كييف فقد الأمل في تحقيق أي إنجازات من جراء الهجوم المعاكس الذي حضر له على مدى عام ودعم بأحدث أنواع الأسلحة الغربية نتيجة لهذا الفشل يبدو أنه يحاول التعويض هذا التعويض يبدو أيضا أنه يظهر فيه الاستهداف الشبه يومي للأراضي الروسية والمدن الروسية وأحيانا هذا الاستهداف يصل إلى العاصمة موسكو عبر الطائرات المسيرة أو شبه جزيرة القرم عبر أيضا الطائرات المسيرة أو الزوارك المسيرة والانفجارات والأعمال التخريبية لكن بتقديري كل هذا لا يمكن أن يغير مصار الأمور على جبهات القتال يعني صحيح أن الجيش الأوكراني أعد نفسه جيدا وكانت لديه معدات غربية حديثة لكن بعد هذا الفشل يبدو أن روسيا لم تقف فقط عند خطوط وقف اطلاق النار يعني الآن كلما تشعر روسيا بأن الجيش الأوكراني أصبح منهب ومتعب على الجبهات ويمكن أن تحدث بعض الخروقات تحاول روسيا استثمار ذلك وتتقدم إلى الأمان هو لا يمكن أن نعتبره هجوم روسي شامل لكن ما تقوم به القوات الروسية على الجبهة الشمالية الشرقية يبدو أنها عندما شعرت أن الجيش الأوكراني أصبح غير قادر على المواجهة بدأت تتقدم بشكل منظم ولكنه بطيء يعني هذا التقدم يمكن أن يكون مقدمة لهجوم واسع في منطقة خارك في المستقبل وخاصة أن هذه المنطقة يعني تعتبر منطقة أمنية بالنسبة لروسيا وذلك حساسية إذ أنها تستخدم للهجوم على مدينة بيلغراد وعلى مدينة كورسك الروسية هذا هو السؤال بالضبط الذي كنت أرغب في طرحي عليك دكتور هو فكرة أهمية هذه المناطق تحديدا خاركي فوقوبيانيسك وزبروجيا هذه المناطق مناطق حيوية جدا تسيطر عليها روسيا تحاول أوكرانيا بشكل مستمت استعادة هذه المناطق فإلى أي مدى هي حيوية كيف يمكن لروسيا السيطرة الكاملة على هذه المناطق بالإضافة إلى استخدام أوكرانيا للعديد من الأسلحة منها القنابل العمودية منها أتاكمز بعيدة المدى وغيرها من الصواريخ الأخرى وآخرها طبعا المساعدات الألمانية باستخدام الباتريوتر يعني أولا هناك عدة أهداف لمحاولة التقدم باتجاه خاركف أولا هناك رأي عام في المجتمع الروسي يقول أن خاركف ومقاطعة خاركف هي في الأساس مناطق روسية خالصة ومنها الخطأ كان على القوات الروسية الخروج منها لكن نحن نعلم أن القوات الروسية خرجت منها في العام الماضي مجبرة وليس بكون بأنها أرادت خروج من هناك لكن اليوم أن هذه المنطقة تعتبر ليس فقط معنوية بالنسبة للشعب والشارع الروسي وإنما أيضا من الناحية العسكرية هي منطقة ذات تواصل بين كييف وموسكو بين خاركف وأوديسة لذلك مسألة السيطرة عليها تعتبر ذا أهمية استراتيجية كبيرة وخاصة أن أي وقف لإطلاق النار أو أي وقف للعملية العسكرية دون الاستيلاء على خاركف في حال أصر النظام كييف على إبقاء أوكرانيا عدوة لروسيا يعني في هذه الحالة يمكن أي انتصار لروسيا أن يكون انتصارا ناقصا من دون خاركف ومن دون أوديسة هذا أصبح واقع لدى الشارع الروسي الآن كل الأنظار متجهة باتجاه هاتين المقاطعتين خاركف كما قلت أولا لأن تكون نصر معنوي للمجتمع والشعب الروسي وأيضا نصر عسكري في حال تم تأمين الحدود الروسية ومنطقة أوديسة من أجل تأمين شبه جزيرة القرم التي تتعرض دائما لهجمات بالمسيرات وبالزوارك هذه تأتي من موانئ أوديسة لذلك أيضا الضربات القاسية والقوية التي يقوم بها الطيران الروسي أو عبر الصواريخ إلى هذه المناطق خاصة في أوديسة تهدف إلى تدمير كل الأماكن التي يتم بها تصنيع المسيرات البحرية وحيث أيضا يوجد مستشارون من حلف الناتو وبالأخص بريطانيين يعني روسيا تبتهم بشكل مباشر بريطاني بأنها هي التي تجهز الجيش الأوكراني خاصة في المجالات العسكرية البحرية وهي التي توجهه وتوجه الزوارك المتقدمة الحديثة التي ظهرت أخيرا لدى الجيش الأوكراني والتي تهدد أسطول البحر الأسود الروسي ليس فقط الأسطول العسكري وإنما أيضا السفن المدني في هذه النقطة تحديدا هناك ربما نشهد صراعا أكثر حدة في البحر الأسود لسيما طبعا بعد إعلان كلا الطرفين بأن هذه المنطقة سوف يتم استهداف أي سفن وليست سفن عسكرية وإن كانت مدنية وأي مكان ما تحمله من بضائع سيتم استهدافها سواء من الجانب الروسي أو من الجانب الأوكراني هذا يهدد بتحول هذا البحر إلى كتلة من النار صحيح يعني كل الأسلحة الغربية التي قدمت إلى كياف حتى الآن لم تساهم في تغيير موازين القوى وإن أطالت أمد هذه العملية العسكرية وزادت من الخسائر البشرية بشكل كبير وخاصة في الصفوف الجيش الأوكراني لكن بالنسبة للبحر الأسود أنا كما قلت قبل قليل أن أي نصر لروسيا من دون خاركف وأودسا يعتبر نصر ناقص ولكن أي انتكاس لروسيا في البحر الأسود يعتبر هزيمة لها وليس لا يوجد أي نصر لذلك نرى هذا التركيز من قبل حلف الناتو وخاصة بريطانيا وأشدد على أن بريطانيا هو الهدف منه ضرب هيبة سطول البحر الأسود الروسي وهزيمة روسيا يعني بداية لهزيمة روسيا في هذه المنطقة يعني أنا دائما أقول أن التاريخ يكرر نفسه سابقا أيام يكاتيرينا فتارايا الأمبراطورة الروسية كانت أيضا هناك حرب مع الدولة العثمانية انتصلت روسيا ولم ترضى لا فرنسا ولا بريطانيا بهذا النصر لأن روسيا هيمنت على البحر الأسود وعندها أصبح أيضا منفذ لها على البحر المتوسط الآن يبدو أن بريطانيا وهي رأس الحرب الآن في هذه المنطقة أيضا لا ترغب بأن تسيطل روسيا بشكل يعني شبه كامل على البحر الأسود وتهمش تواجد الناتو وخاصة أن هناك دول من أوروبا الشرقية مثل رومانيا وبلغاريا لديها أيضا مخارج على البحر الأسود ويمكن أن يستفيد منها حلف الناتو الوجود القوي لروسيا يهمش وجود حلف الناتو ويبقيه محدودا أيضا هذا يساعد روسيا كما كان سابقا اليوم يساعد روسيا في الدخول إلى البحر الأبيض المتوسط واستعادت بعض ما فقدته سابقا عندما كان الاتحاد السوفيتي يعني القواعد البحرية إن كانت في سوريا أو ما يمكن الحديث عن قاعدة بحرية في السودان أو حتى الآن في أفريقيا الصراع الذي بدأ يظهر على العلن يمكن كله أن يكون أيضا البحر الأسود هو أحد ممراته وأحد الطرق الاستراتيجية والتي هي مهمة بالنسبة لروسيا هل هذا يفسر أيضا قيام أوكرانيا بالأمس بإطلاق أكثر من عشرين مسيرة على شبه جزيرة القرملمة لها من أهمية أو تحاول استعادة مرة أخرى رغم من أنها لديها جبهات أخرى كالجبهة الشرقية وهي أيضا مستعرة فهل تريد أوكرانيا السيطرة مرة أخرى على جزء من البحر الأسود في ظل هذه السيطرة الكبيرة من الجانب الروسي حتى تستطيع فتح بعض الممرات لعبور سفنها لا أعتقد أن هذه الأهداف الأوكرانية هي إيجاد ممرات للسفن مهما كانت الممرات موجودة في البحر الأسود تبقى تحت النار الروسية لكن يبدو أن الهدف الأوكراني هو محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في هذه المنطقة يعني هم يريدون أهداف معنوية أكثر مما هي أهداف عسكرية وخاصة يعني لو استطاعت أوكرانيا أن تصيب هذه الأهداف إن كانت في شبه جزيرة الكورم أو استطاعت أن تحدث أي إنجازات على الجبهة لفعلت ذلك الآن هي غير قادرة كل ما تقوم به هي محاولة للتعويض قبل قليل عن الخسائر ومن جهة أخرى يعني إبقاء الوضع في منطقة البحر الأسود متوترا لإيهام العالم بأن روسيا هي بسبب العملية العسكرية أصبحت الأوضاع الأمنية متوترة وتؤثر على الأمن الغذائي العالمي لذلك بتقديري هذه المسألة أصبحت للاستهلاك والاستثمار السياسي أكثر مما هو واقعي يعني هناك تداخل في الاقتصاد في الطاقة في الطاقة والسياسة كل ذلك بتقديري يعني هو هدف هذه المحاولات الأوكرانية لكن البعض يقول دكتور بأن خروج روسيا من اتفاقية الحبوب هو لأهداف سياسية تريد أن تحقق مزيد من الأهداف تحصل عليها في المقابل تسمح بعادة هذا الاتفاق مرة أخرى فما الذي تريده روسيا تحديدا من هذه المكاسب أو حتى ضمنات تحصل عليها من الغرب من أجل عودة هذا الاتفاق مرة أخرى والضغط بورقة أن هذا يتسبب في مشكلة وأزمة غزائية طاحنة يعني هناك عدة أسباب أدت إلى خروج روسيا من الاتفاقية الغذائية هذه الأسباب يمكن أن تكون داخلية بالنسبة لتركيا وخاصة أن مواقف النظام التركي في الفترة الأخيرة أغاضت روسيا وأرارت روسيا أن يمكن أن تعاقب كلمة معاقبة يمكن أن أرادت أن تؤدب في مواقف النظام التركي التي كانت في الفترة الأخيرة نوعا ما معادية لروسيا وهذا برز التصريحات بين الطرفين هذا من جهة من جهة أخرى يبدو أن روسيا تشعر أنها الآن على جبهات القطال المواقف لصالحها يعني لا يوجد أي إنجازات لنظام أوكرانيا فيمكن أيضا أن تستثمر ذلك ثالثا هناك استخدام كان للممرات المدنية يعني السفن المدنية التجارية كانت أيضا تستخدم للعمليات العسكرية ضد روسيا لذلك الآن روسيا يبدو أنها تشعر أنها الآن تستطيع أن تحقق كل الأهداف التي كان من ورائها انعقاد هذه الاتفاقية يعني الأهداف الأساسية أصلا لم تنفذ يعني كل ما تحدثت عنه هو كان استثنائيا بينما الأهداف الأساسية والبنود الأساسية هو تصدير الحبوب الأوكرانية وأيضا تصدير الحبوب الروسية والأسمدة الروسية ورفع العقوبات عن البنك الزراعي الروسي هذا لم يحصل أبدا لذلك السبب الأساسي الآن هو روسيا تقول إما أن تنفذ هذه الاتفاقية بكل حدافيرها وأن تستفيد منها روسيا أو أنه لا يمكن أن يستفيد منها أحد لأن هناك العديد أو ربما ملايين الأطنان من القمح الروسي تخرج من البحر السلطة تذهب إلى العديد من دول العالم وهناك طبعا ما يقدم منها مجانا كما قال الرئيس الروسي لعدد من الدول الأفريقية لكن السؤال دكتور إذا كان الهجوم المضاد لا يؤتي بالثمره بالنسبة لأوكرانيا ففي المقابل تقوم بتهديد مباشر للعاصمة موسكو وهو ما تبعناه بالأمس بإطلاق عدد من المسيرات على العاصمة أدى إلى وقف حركة الطيران في عدد من المطارات فإلى أي مدى تأثير هذه المسيرات وإن كان طبعا لا تحمل الكثير من المتفجرات لكن في النهاية تبقى تهديدا لسماء موسكو يعني صحيح هذه هي حالة الحرب يعني الآن روسيا تعيش حالة حرب وصراع مع حلف الناتو ومن ضمن هذا الصراع هي العملية العسكرية في أوكرانيا لذلك يعني ليس غريبا أن تتعرض بعض المدن الروسية لأي تهديد إن كان بالمسيرات أو بالعمليات التخريبية أو بالاغتيالات أو بالتفجيرات يعني روسيا سابقا أيضا عانت من هذه المسألة في فترة التسعينات لذلك يعني نوعا ما روسيا تأقلمت مع هذه الحالة وهي تعلم أنه لا يتم التخلص منها إلا مع تنفيذ كل أهداف العملية العسكرية الروسية يعني سابقا عندما كانت الحرب في منطقة القوقاز والشيشان لن تتخلص روسيا من العمليات الإرهابية إلا عندما تخلصت من المجموعات الإرهابية وحلت هذه المشكلة بشكل رضي يعني كانت طرفين مستفيدان منها الشيشان وروسيا والآن روسيا نفس الشيء يعني هي تقول أنه من أجل معالجة هذه الأزمة يجب حل الأسباب التي أدت إلى العملية العسكرية لذلك يمكن أن تنعم أوكرانيا بالسلام وروسيا تنعم بالسلام أما أن تبقى روسيا تتعرض لابتزازات وتهديدات ويبقى نظام كييف مستقوي بالغرب وبحلف الناتو هذا ما لم ترضى به روسيا صحيح الآن هناك بعض الخسائر هناك يعني حالة من التوتر ولكن يمكن أن يكون هذا أفضل بكثير لو بقيت روسيا ولم تقوم بالعملية العسكرية وأصبحت الحرب على أرضها أي على شبه جزيرة كورم أو بعض الأماكن الروسية هذا كان يمكن أن يؤدي إلى سراع شامل وزعزع أكثر في الداخل الروسي إذن الآن روسيا دائما تقيس مقياس الربح والخصارة أين هي صحيح كل الكرارات خاصة في الحرب والصراع فيها خسارة لكن الآن النسبة ما هي بتقدير روسيا ترى أن نسبة الخسارة الآن أقل بكثير مما لو صبرت لذلك يمكن أن تتحمل هذه النتائج ولكن تنتظر أن تحصد نتائج إيجابية كبيرة أولا ليس فقط على سعيد أوكرانيا وإنما على سعيد حلف الناتو بشكل تام لكن يا دكتور السؤال هنا هو ربما تكون هناك جبهات أخرى تفتح على روسيا خاصة في ظل ما نراه من تحركات على الحدود مع بولندا وأيضا حلف الناتو يقول أنه سيحرك العديد من الجنود وأرسل أكثر من عشرة ألاف جندي في هذه الحدود تحديدا فإذن هناك جبهات أخرى تفتح على الجانب الروسي فهل روسيا قادرة على المواجهة مع العديد من الجبهات التابعة لحلف الناتو في وقت واحد؟ يعني روسيا لنقوم الآن واقعيين روسيا العملية العسكرية لم تستخدم قلق قوتها العسكرية حتى أن جيشها النظامي لم يشارك بالعمليات كما كان متوقع أو كما كان مفترض لذلك أي تحركات على الحدود الغربية لروسيا إن كانت من جانب دول البلطيك أو بولندا أو حتى فنلندا يمكن أن يرد عليها بشكل سريع وبشكل قاسي روسيا قادرة على الرد لكن حتى الآن روسيا لا تقوم بهذه الاستفزالات وإنما الدول الأخرى هي التي تستفز روسيا ولكن هذه الدول فقط تريد أن تبرر فرض عقوبات على روسيا يعني زيادة فرض هذه العقوبات من جهة ومن جهة تصوير سمعت روسيا لدى شعوب الدول المجاورة لها على أن روسيا هي التي تستفز وروسيا هي التي تقوم بالاعتداء على الدول المجاورة لكن يحصل العكس تماما لذلك أنا لا أعتقد أن فنلندا أو دول البلطيك أو حتى فنلندا أو السويد التي يعني فنلندا دخلت حلف الناتو والسويد قادمة للدخول لا يمكن أن تجازف في أي صراع مع روسيا وهي تعلم أنه أي صراع مع روسيا سوف يكون مدمر لهذه الدول بشكل تام أولا قريبا الحدود ثانيا يمكن لروسيا أن تستخدم أسلحة حتى الآن لم تستخدمها ويمكن أن تكون أسلحة دمار شامل لذلك يعني بتقدير هذه الأنظمة يمكن أن تحسب ألف حساب قبل أن تكون بأي عمل استفزازي أو أي عمل عدائي ضد روسيا تبقى الأوضاع على جبهة بيلاروسيا هي للاستفزاز أيضا وشد الحبال بين الطرفين حتى بولندا غير مستعدة للصراع مع روسيا من أجل أي دولة أخرى كل ما تريده بولندا هو أن تدمر أوكرانيا أكثر مما تدمر وأن تنهار بشكل تام لترى مبررات لها للدخول إلى المقاطعات الغربية والتي تعتبرها أصلا جزءا من بولندا وضمت في عهد الاتحاد السوفيتي إلى أوكرانيا إذن كل لهم مبتغى من هذه الحرب شكرا جزيلا دكتور سمير أيوب الكاتب والباحث السياسي والخبير في الشؤون الروسية شكرا جزيلا لك شكرا